اشتركوا في القناة اقتدت هاجر ريسوني عيدة الطبيب دخلت العيادة وهي بدون حمل فمن اين جاء الاجهاض وهذا الامر هذا ماشي احنا لقناه قالوا التقرير الطبي المخباري الذي انجز خبرته على التحاليل ديال الدم التي اخذت من هاجر ريسوني عن طريق الامن اذا الامن هو الذي برأ هاجر ريسوني الامن من خلال اخضاعها الى تحاليل طبية والى خبرة طبية الامن بهذا الاجهاض برأه هاجر ريسوني من تهمة اجهاض وبين ان لا وجد الحمل ولا وجد الاجهاض اذا جريمة اجهاض لم تعود مطروحة بتاتا بقي مشكلة الفساد احنا بينا المحكمة من خلال مجموعة من الاحكام القضائية والشهادة القضائية وبين المحكمة ان هاجر ريسوني في طور اعداد حفل زفافها الذي لن يكون الى بناء على زواج وهذا الزواج لن يكون الى بناء على الخطبة هاد الامر كلها متروحة كلها كينا كين اجاب كين قابول كين موافقة للأسر كين الاهل والاقارب مدعوين كين ترتيب الحفلة كين ترتيب بيت الزوجية كل شي كين اذا الذي اخر هذا الموضوع ديال توتيق هو المشاكل التي وقعت في السودان والتي اخرت اعداد هذا الوثائق ولكن القضاء المغربي تقول ان العقد ليس روكي من اركان الزواج هو عيه تعترف بالزواج قانونيا اما الزواج الاركان دياله ارا معروفة كين اجاب القابول كين صداق كين شاهدان كين الاشهر هاد شكله كين اذا شنو اللي يبقى ما بقى والو اذا المحكامة كما قلت يجب ان تضع مسافة موضوعية بينها وبينها محاذب ضبط القضائية وانت حكمه بالبراءة ولا شيء الى البراءة وذا نعتقد انه ستكون البراءة بإذن الله تعالى وإلى ما كانتش البراءة رغي يكون لدينا مشكل حقيقي نحن نبقى متفاعلين نحن نبقى متفاعلين إلا مش نتازر زرعنا اليأس والإحباط رغي يكون لدينا مشكل في العدالة لان المعطيات القانونية والمعطيات الواقعية والمعطيات العلمية تؤكد ان هاجر ريسوني ومن معها براءة من هذه التهمة براءة وتننادي بصوت الحكمة والتعقل ويرجع الأمور الى نصابها وإلى طبيعتها وهي ان لا وجودة لجريمة إجهد ولا وجودة لجريمة الفساد تنتبه ان المحكمات مشفت جاد البراءة وشكرا اشتركوا في القناة